بس استمع وشوف هل هذا الشيء يسحبك شيئا فشيئا أم لا بعضهم أقروا قالوا إيه نشوف شيء يسحبنا حتما نمسوين سحر شيء بس نستمع لذلك شنو الفتاوى تصدر من مشايخ الوهابية والبكرية أن حرام عليكم أن تستمعوا لهؤلاء أقفلوا القناة حرام ميجوز وسبحان الله هم تطلع من إخوانهم في رضاع الكبير هم تطلع من البترية وأمثالهم أنه حرام عليكم أن تستمعوا تستمعوا ممنوع تستمعوا لهم أو يصير مثل ذاك الأخ اللي كم مرة نقلت لكم قصة اللي من ممن عبئوا بثقافة حزب الدعوة اللي جاءني قبل سنوات مناقشا ومعترضا فجلس وياي إشكال تلوى إشكال وأنا أجيبه أجيب الأول الثاني الثالث كذا نص ما كملنا باقي الإشكالات قال شيخ نانا اعتذر أروح يتلم ما كملنا قال لا إلى هنا أنا نص دماغي مغسول أريد أحافظ على النص الثاني طلعوا راح بعد صدق ما بينا فأكو سحر بالموضوع أكو سحر أكو سحر وهذه سبحان الله يعني إحنا لا نتوقع أن نسلم مما لم يسلم منه أنبياء الله صلوات الله أيضا اتهموهم بالسحر واتهموهم بالجنون واتهموهم بالعته واتهموهم بالفتنة أنهم يحدثون فتنة ويفرقون بين الأخي وأخيه وبين القبائل وأيضا اتهموهم بأنهم يمسون مقدسات الآخرين وإلى ما هنالك كل هذا موجود كل موجود سبحان الله تاريخ يعيد إنتاج نفسه